ممكن نبدأ مشروع جديد في برنامج Auto Described Structure 2014 من خلال Main Application Menu نضغط على حرف R الكبير فوق على الشمال ونقف على New هيظهر لنا مجموعة من الملفات اللي احنا ممكن نعمل منها نسخ جديدة زي Projects أو Family أو Conceptual Mass أو Title Blocks أو Annotation Symbol نضغط على Project هيظهر لنا New Project Dialog وده ال Dialog اللي أنا ممكن من خلاله قدر أحدد أول حاجة التمبلت اللي أنا هشتغل عليه لو فيه تمبلت متسجل عندي على الجهاز أو أن أنا حطيته فيه التمبلت لستة زي ما قلنا عليها قبل كده فيه الفايل عند لوكيشن تمبلت في ال Options Dialog ممكن عمل براوز حتى لو فيه تمبلت متسجل عندي على الجهاز واختار اللي أنا عايزه وعمل Open هتلاحظ أن التمبلت ده نزل عندك فيه Drop Down Menu دي ممكن أبدأ المشروع الجديد بإعدادات اللي هي الديفولت بتاعة البرنامج من غير أي تمبلت جديد من خلال أن أنا أضغط على None وكده المشروع الجديد هيبقى بالإعدادات السابت أو الديفولت بتاعة البرنامج فيه هنا الجزء التاني هنا Create New Project كده عشان أبدأ مشروع جديد أو ممكن أن أنا أعمل تمبلت أو أعمل تمبلت جديد التمبلت ده بيبقى عبارة عن ملف بامتداد RTE بيحتوي على مجموعة من الإعدادات زي مثلا عدد الفيوز والإعدادات الأوبشنز واليونتز والتفاصيل دي كلها فممكن بعد فترة تعمل أنت بناء على خبرتك في البرنامج بتعمل تمبلت خاص بيك بالطريقة اللي تنسبك وتحط فيه كل المعايير والإعدادات اللي أنت دايما بتشتغل بيها وتسايفه كبروشيك تيمبلت تقدر تشتغل بيه في كل مشاريعك هنا عشان أبدأ مشروع جديد زي ما قلنا بختار مثلا التمبلت اللي عشان أبدأ بيه وأعمل بروشيك وضغط على اوكي